كما لو أنها الحل السحري لأزمات العراق وفرصة جديدة لإصلاح الوضع المزري تروج الأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات في محاولة لاستقطاب الشارع وعدم تكرار سيناريو المقاطعة التي شهدتها الانتخابات الماضية الاستعدادات الأمنية العالية مترافقة مع التصريحات الحكومية والمباحثات السياسية قبيل الانتخابات يراد منها تفخيم هذا الحدث ويعطاؤه أهمية ربما تتجاوز ما يعرف بالانتخابات المحلية في الدول الديمقراطية وعلى مدار اليوم المرشحون لا يتوقفون عن إطلاق الوعود والتعاهدات بتغييرات شاملة بل إن بعضهم يروج لتغييرات تمس الجانب السياسي وكأن مجالس المحافظات ذات سيادة مستقلة وصاحبة قرارات حرة ومؤثرة ما يثير سخرية الناشطين أن الحكومة في بغداد لا تملك قرارا مستقلا يتجاوز الحدود التي ترسمها الأحزاب النافذة ومن باب أولى مشغلوها في الخارج فكيف لمجالس المحافظات أن تكون ذات تأثير في حالف ترضى أن المسؤولين فيها لهم رغبة في الإصلاح تعلق مجالس المحافظات بالجانب الاقتصادي باعتبارها موردا ماليا مهما هو ما يسيل اللعاب الأحزاب النافذة أما الأحزاب الهامشية والشخصيات التي تروج لنفسها على أنها مستقلة فلها كذلك مصلحة في أعطاء هذه الانتخابات أهمية كبيرة لتحصل على مكاسب مادية من خلال المناصب في مجالس المحافظات بحسب ما يقول مراقبون مصطلح مجالس المحافظات يرتبط في أذهان الشعب العراقي بصورة البنية التحتية المتهالكة وغياب الخدمات وسوء الطرق والمشاريع المتلكئة وهذه الصورة السلبية لا تأتي من فراغ بل إن مصدرها الحالة السياسية العامة فلا فرق عند العراقيين بين المحافظ أو الوزير أو زعيم تيار أو حزب فكلهم ينتمون لنفس مدرسة الفساد المتمثلة بالعملية السياسية